الكرام وكما تتابعون في شريط الهام الظاهر أسفل الشاشة نددت نقابة تقني ومهندسي الخطوط الجوية الجزائرية بما أسمته عدم فتح إضارة الشركة للحوار مع الشركة الاجتماعي رغم الإضراب المتواصل من صبيحة أمس الأحد وجاء في بيان للنقابة بأن تقني ومهندسي الخطوط الجوية الجزائرية يتمسكون بخيار الإضراب واشتكى هؤلاء من الحجرة والتحويلات غير المسؤولة على حد قولهم إذن مشاهدين الكرام تقني ومهندسي السيانة بالجوية الجزائرية يواصلون الضرابهم ويطالبون أيضا بفتح حوار مباشر ويطالبون بمراجعة أيضا الأجور إذن تقني ومهندسي السيانة بالجوية الجزائرية ينددون باللاعدل في التحويلات والترقيات إذن حركة أيضا الرحلات عبر مطارات الجزائر لم تتأثر لحد الآن بالإضراب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر